هلأ مثلا مثل اسمها نحس ما بقبل حدا نسميه اسم سعاد نحس اسم سوسن نحس العرب قالوله من وين يجيك السعد وإذا أول اسمك سوق يعني سوسن فتركيب الأحرف هلأ مثلا فيه اسمها بحرف السين قوية بيكونوا بس حسب تركيب الحرف بين بعض الحرف كيف بيجي هون مثل حنان ما بتكمل ولا مع رجال ولازم تفصل لأنه عندها الألف بالنصر عندها حرف النون اثنين بس إن وجدت نوها كمان لازم تفصل ناهد لازم تفصل نهال لازم تفصل حرف النون نوال أول وحدة سبقتهم كلهم نوال برجع بقليك في حالات السسنائية بقليك مثلا هذه نوال صاحبتي ومبسوطة شو عرفكم هذه ما بتحكي اللي عندها جواتها بس بتشوفوا مبسوطة بالاشياء المادية ممكن لقوها بيتها كبير وهيدا وجوزة بس ممكن جوزة بكون ممكن عامل العائلة برهم مع خبر نوال